موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين المحترمين إنما كنتم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مرافق سوف نحلق معكم وإياكم في حلقتنا لهذا المساء في سماء عربي لبلد تحبونه وأحبه المغرب الشقيق وضيفنا في حلقة هذا الأسبوع هو القادم من زمن الأسطورة والنغمة الخارجة من ترانيم الآلة هو الشاعر المسكون بنفحات الجنون جنون الأغريقي وعبق الميثولوجيا في عالمه احتراق لزمكان وفي سريالية رؤياه يوجد المجد هكذا قال أحدهم أو إحدهم في توصفه لضيفنا في هذه الحلقة الدكتور محمد مقصيدي شاعر وباحث ونشر وإعلامي صدرت له عدد من المجموعات الشعرية أبرزها السنديان البري يعلن الرحيل إلى مدن السؤال وديوان بلا عنوان وسماء تسقط بلا ملائكة ومرأة الأعمى وأيضا هو مدير لدار نشر ورئيس تحرير مجلة الموجة الثقافية ورئيس تحرير موقعها الإلكتروني ومدير قسم النشر والترجمة لمؤسسة الموجة الثقافية وقد ترجمت أعماله إلى العديد من اللغات منها الفرنسية والإيطالية والإنجليزية باسمكم أرحب بضيفي العزيز الدكتور محمد المقصيدي من المغرب الشقيق دكتور مساء الخير مساء الخير وأولا سعيد جدا جدا بوجودي معكم في هذا البرنامج الجميل جدا الذي أتمنى له كل نجاح وهذه فرصة للقاء مع الإخوة اليمنيين لأن لنا لهم حب خاص وخاص يسكن القلب طالما أنت قلت المغرب واليمن وأنا استهللت حديثي بهذا الموضوع دعني أعرج على الصفات المشتركة بين البلدين يعني حقيقة الكثير من الزملاء الأكاديميين الشعراء كل من يزور المغرب يقول أنا أشم هنا ريح اليمن وأشتم عبقها وكأننا في بلد واحد هل ثم ترى وابط تاريخية تعود إلى البربر الأمزيغية التاريخ في هذا الجانب أكيد جدا فالعلاقات الممتدة بين المغرب واليمن بغض نظر عن ما هو روحي وما هو ترات وكذا فأيضا هناك قبائل قادمة من اليمن فمثلا أنا مزداد بالدار البيضاء وأصولي من بني عمير في منطقة الفقيبان صالح وهذه القبيلة هي من القبائل التي أتت من اليمن عبر مصر واستقرت في شمال إفريقيا ووصلت إلى المغرب وبالتالي فنحن لنا أيضا نشترك الدم ونشترك الترات ونشترك التقافة ونشترك اللغة ومجموعة من الأمور وكلانا روح في جسد كما يقال سعداء جدا وفخور جدا أنا اليوم بحضوركم معي حقيقة أستاذي الكريم من أين أبدأ؟ سأبدأ من حيث الرحلة الأخيرة والمتمثلة بزيارتكم لمعرف القاهرة الدولي للكتاب في نسختها الخامسة والخمسين وبوصفكم أولا كدار نشر قبل أن نتحدث عن كونكم شاعرا كيف قرأت الإقبال خاصة وأن هناك حديث يقول بأنه يفوق الخمسة مليون زائر هذا العام وبطبيعة الحال أن معارض القاهرة هو من المعارض الكبرى عالميا ليس فقط على المستوى العربي وأعتقد أنه مصنف اثنين بعد فرانكفورت وهو ملتقى كل العرب كل المؤسسات كل الكتاب كل الدور النشر يمكن أن تترك أحيانا الحضور في معارض في البلدها وتأتي إلى القاهرة لأن القاهرة هي المركزية الروحية القلب النشر في العالم العربي في الوقت الراهن بالنسبة للمعارض حضرنا في مؤسسة الموجة الثقافية من المغرب رفقة مجموعة من الزملاء في دور نشر مختلفة صراحة كان إقبال كبير جدا رغم بعض الصعوبات العادية ولكن الأمور كانت تقييمنا إيجابي جدا وناجح جدا وسعداء جدا بحضورنا في هذا المعارض وأكيد كل الدورات المقبلة سنكون في نعم في ظل هذا الخضم الإلكتروني والتقني وأنتم كدار نشر وواحدة من دور النشر الكثيرة لمن تطبعون وليس ثمة من يقرأ هذا هو السؤال الجوهري نحن نطبع أولا للقراء هناك قراء هناك مهتمين رغم قلة العدد الأمور رئيسة جماهيرية بشكل كبير كما كان في السابق الآن تطغى الصورة أكثر الآن يطغى السوشيال ميديا أكثر للتواصل الاجتماعي حتى أن زمن السرعة يعني الشخص القارئ أو كده خاصة الشباب يعني ليس لو الوقت من أجل أربعة ساعات أو خمس ساعات أمام كتاب أو دقيقتين أو نعم أو عشرين تانية أمام ستوري أو كده فالأمور هي صعبة ولكن دائما يبقى الكتاب له مكانته وسيبقى له مكانته سواء الرقمي أو الورقي رغم أن مجموعة من دور النشر اليوم تتحدث على أن الكتاب الورقي ذاهب إلى الموت بمقابل أن حضور الكتاب الإلكتروني وحضور الصورة أكثر في الترويج والكتاب المسموع أيضا ولكن أرى أن الكتاب الورقي يبقى وسيبقى والدليل أيضا في الغرب مجموعة من دور النشر الكبرى تطبع بملايين النسقف وبالتالي هناك قارئ رغم قلة العدد رغم خصوصياته وهنا أريد أن أشير المسألة هو أن هناك اختلاف أيضا في المجالات إذا تحدثنا على القارئ وكنا نتحدث بصفتكم شاعر أيضا وكنا نتحدث عن واقع الشعر قبل دخولنا أن الشعر هو الأكثر معاناة أن أردنا التدقيق بالمسائل القصة والقصة القصيرة أيضا الآن الرواية بشكل متوسط ولا بأس به ولكن الكتب الأخرى الكتب الأكاديمية الكتب البحثية كتب التاريخ كتب الفلسفة يعني موجودة لماذا الشعر هامي شلمتنا دكتور محمد هذا سؤال بحثت عن إجابة لا ولم أجد إلى يومنا هذا لأن القارئ ماذا يقول يقول أنهم لا يفهمون الشعر رغم أنهم أحيانا لا يقرؤون العمل حتى يعرفون أنه صعب أو سلس ففكرة فقط كلمة الشعر هي مخيفة هي تخيف تجعل الإنسان يتردد وطغى في السنوات الأخيرة وكذا أن الحضور الشعري يحضر بشكل موسيقي بشكل في الغناء وليس في المقرؤ رغم أن التنظيرات الحديثة وكل شيء أن الشعر هو مقرؤ ولكن يبدو لي أنه يعود إلى أصوله الأولى أنه مسموع جميل أنت أشرت إلى نقطة الموسيقى والوزن وكان العرب يترنمون بالقصيدة الشعرية اليوم أنت أشرت إلى أن ثمت من يتهرب منها من الذي أفسد هذه الذائقة أنتم كشاعر وتكتبون القصيدة النثرية وهناك أيضا اتهام مباشر لأرباب هذه القصيدة بأنهم ربما جعدوا الآخر يعزف عن القصيدة لغياب الجرس الموسيقي فيها أيهما أكثر حضورنا اليوم هذه أم تلك هو الصراع أعتقد أنه صراع مفتعل وصراع ما بين الكتابة الكلاسيكية الكتابة العمودية الكتابة الموزونة الشعرية وقصيدة النثر أو أشكال أخرى التجريبية داخل قصيدة النثر الأمور أعتقد أن الواقع يحتمل الاثنين أنهم متكاملين البعض من يكتب قصيدة النثر هو أكيد أنه وجد نفسه في قصيدة النثر لأسباب كل شخصي ممكن أتحدث عن نفسي أنا كتبت في البدايات الأولى القصيدة العمودية بعدها خرجت إلى قصيدة النثر كخيار كاختيار شخصي في الكتابة لأن أرى أنها تسمح أكثر العملية التجريب العملية الذهاب إلى أقاصي ومناطق لا تصل إليها الكلاسيكية والغنائية الغنائية هناك أيضا نحن نتحدث عن الموسيقى ولكن هناك أيضا موسيقى دائقلية داخل قصيدة النثر في اختيار الكلمات في اختيار الحروف في اختيار لكنها غير مقيدة وملتزمة نحو الحرية تميل إلى حرية مطلقة ولكنهم متكاملين في نفس الوقت أنا ضد ذلك الصراع ما بين القطبين في المغرب هناك كتاب كلاسيكيون رائعون جدا ونشرنا مؤخرا الشاعر المغربي جميل جدا محمد العياشي ويكتب القصيدة الكلاسيكية بطريقة رائع جدا ووجد أقاصي أخرى داخل القصيدة الكلاسيكية هو استطاع أن يخرج باللغة ويخرج بالموسيقى ويخرج بها إلى أماكن ربما حتى قصيدة النثر لم تصل إليها في مناطق معينة أو في نصوص معينة إذن الأمر هو تكامل رؤية مشروع أنا في نظري أن الكاتب عندما يكتب لا يكتب فقط نص أو نصين أو ديوان لا بد أن يكون له مشروع وهذا المشروع يدخل فيه نحن نبحث عن الجمال والجمال بكل مقاييسي ومكوناتي من الموسيقية من الصورة من اللغة من الفكرة من مجموعة الأشياء أعتقد في نهاية المطأف أن الشعر الكلاسيكي الغنائي سيبقى وسيضل وسيستمر بقوة وقصيدة النثر أيضا ستستمر كشقيقين لكن الكثير من أرباب هذه القصيدة يحولون النص إلى غول له تسعون إصبعة وشدق أحمر ثمل ويخرج القارئ منها كما لو كان يقرأ لغزا وبالتالي هذا ربما هو سبب رئيس بينما من يؤيد الشعر الدكتور محمد مقصيدي القصيدة التي هي موغلة في الرمزية التي لا يصل إليها إلا الرأس سخونة في الشعر أم ذلك السهل الممتنع الذي يصل إلى أو يشعر من يشعرون به هي أكثر جماهرية بطبيعة الحال النصوص السلسة السهلة لغة وصورة وموسيقى ولكن أيضا أن الحضور الرمزي والبعد الرمزي وبعد التأويل وبعد الفلسفي داخل النص أنا من أنصار أن النص لا يبنى فقط على الجمالية اللغوية والجمالية الموسيقية هناك جماليات أخرى يلامسها النص أن الجمالية الفكرة في حد ذاتها أيضا يعني لا بد أن يكون للنص عمود فقري ويكون له أرضية ينطلق منها من أجل الوصول إلى شيء ما رغم أنه يكون بلا معنى يعني عندما يتحدث قصيدة نتر الحالية نسمع أن هناك لا جدوى هناك لا معنى معنى لا معنى فهذه النقاشات ولكن دائما لا بد من نأمن الفكرة أنا ضد استعمال التقعيرات اللغوية والتقعيرات في الصور واستدعاء نماذج غربية فقط من أجل استدعاء بدون أن يكون لها داعي وبالتالي أن تحمل النص ما لا يحتمل وتكون هو ما بين النص وما بين القارئ ويلتبس الأمر على القراءة يعني لا أحد يفهم ماذا يريد أن يقول هذا الكاتب الإغال أيضا في الاستدلال بإيقونات ورمزيات غربية يعني ماذا يريد الشاعر أن يقول من خلال ذلك هل يريد أن يقول بأنه موغل في القراءة يعني وعميق جدا إلى هذا الحد وكيفية سيكون أثر ذلك على المتلقي خاصة البسيط ولا تحدث عن النخبة انظر يعني بالنسبة لي أن النص الشاعري هو له مجاله وله خريطته والأرضية التي يشتغل فيها أنا ضد أن يحمل النص الشاعري مسائل سياسية يعني أن مجال السياسة سياسة ولكن ممكن استغلال فكرة سياسية داخل النص ولكن لا يكون هو الخطاب سياسي هو خطاب شاعري دور عمولة سياسية وأيضا في الإيديولوجيا نفس المسألة في الفلسفة نفس المسألة في الفكر يعني يمكن أن تكتب نص عميق جدا يعني بدون تقعيرات لغوية تحدث يعني عن بناء لغوي ولكن يجب الانتباه إلى أن النص شاعري هو نص شاعري في نهاية المطعف وبدايته هو ليس لا خطاب إيديولوجي لا ورقة فلسفية هو شعر في مجال الشعر والكاتب الشاعر يجب أن يعي ذلك المشكلة الذي وقع في قصيدة النتر أعتقد عندما قلتها كان هناك استدعاءات أكثر من اللازم للرموز الغربية والأفكار الغربية حتى أصبحت قصيدة النتر اليوم العربية أنها مهجنة وأنها تأتي من الخارج هي ليست وليدة ثقافة عربية ليست وليدة ثقافة محلية وهذا أعتقد هو خطأ بعض الشعراء ولكن في نفس الوقت أن قصيدة النتر ما زالت في بدايتها الأولى نحن في العقود الأولى من قصيدة النتر بالتالي أعتقد أن ستتطور الأمور وستكون هناك نصوص نترية بحمولة عربية ومحلية وبثقافة محلية في ظل هذا الجدلية الصراع بين هذا وذاك هناك من يقول بأن من يتقن العمودية والنص العمودي هو الأبرع في كتابة النص الآخر المتمثل بالحر وثمت من يقول العكس لكن اليوم في ظل هذا الجدل أستاذ دكتور محمد أيهما أكثر تناولا وتداولا وإقبالا وصلت تفعيلة أم النثر أم النص القديم أو المتمثل أو المصطلح العمودي على مستوى الكتاب أو على مستوى الكتاب على المستوى الورقي لا أتحدث على مستوى يعني الانتشار الآخر موسيقى أو كده أتحدث على الكتاب لا أحد في الاثنين يعانون نفس المسألة يعني لا كلاسيكية ولا قصيدة ذبنوا شاعر هي كأنها لعنة يعني لا أحد الآن وغريب في الأمر أن يعني كتابات كبيرة جاء بحجم وقيمة شعرية وجمالية رائعة وحتى كتابة يعني معروفون ومشهورون وعندهم جوائز ولا أحد يشتري يعني الشعر يأتي لكل رواية تاريخ قصة أحيانا ولكن الشعر كأنه كما قلت صابت أن لعنة يعني لا أحد يجرؤ من الأمسة وهذه ليس فقط عند القراء حتى عند المؤسسات لأن مثلا دول النشر تشتغل مع مؤسسات كثيرة مؤسسات يعني عالمية ومؤسسات عربية تشتري الكتب للأرشفة أرشيف تشتريها للدراسة ولا تقترب من الشعر وكنوع من التشجيع أيضا للشعر هي ليس تشجيع أنا أعتقد المؤسسات لها استراتيجية ولها اشتغال يعني كأرشيف مثلا من كل كتاب تأخذ أربعة نسخ أو خمسة نسخ أو ثلاثة نسخ للشعر ولكن أن يبتعدون عن الشعر كأنه وصبح الآن يسقط كان الشعر في حقبة تاريخية ما وربما لأزمان المتعاقبة له حضوره الفاعل في حل المشاكل في حل صراعات يعني حتى في الحروب إن تقبلونه عانق ونفرش النمار أو تدبرونه فرق كما قالت أين يكمن موقعه اليوم في خارطة هذه المعمعة وهل ما زال بإمكانه أن يقدم شيء للمجتمع لنصر مظلميات على الأقل أؤمن بذلك ولا بد من ذلك والأمل دائما في ذلك وكما نعرف أن الثقافة العربية أصلا هي ثقافة شعرية يعني بدايات المعرفة واللغة وكل شيء مر عبر الشعر يعني مع الشعر الجاهلي وبعد ذلك يعني الشعر الإسلام الشعر العباس يعني الثقافة العربية معروفة أنها ثقافة شعر ما حصل يعني بعد النكبة العربية يعني الاستعمار وما حدث من تأخر ومن سؤال لماذا تقدم الغرب وتأخر غيرهم وكذا فوقعت هفوة كأننا نبحث اليوم عن دواتنا هل الرجوع إلى التصالح مع التاريخ ومع التراث ومع المسائل مع الشعر أو نذهب إلى المستعمل هناك يعني رؤيتين إلى الاستشراء إلى الأفكار الغربية من أجل التطوير أنا مع الانفتاح ولكن على الحفاظ على الهوية المحلية والهوية الطالب لأن بدون ثقافة بدون هوية لا يمكن أن تبني المستقبل لذلك أنا أؤمن أن الشعر رغم أزمةه الحالية سيبقى ولكن مسألة أخرى أن لا يمكن لأحد أن يتجاهل الشعر الغنائي بدون غناء لأن الغداء الروح العربي والتفاعل مع الأغاني لأن كانت مثلا أغنية واحدة توحد كل الأقطار العربية صحيح لقوة الأشياء ذكرت قبل قليل أثر اللغة أيضا والاستعمار وما أحدثه وهذا يذهب إلى سؤال يتعلق ببلدكم الحبيب المغرب يعني وأيضا الجزائر وطويلان اللغة الفرنسية هل أثرت بشكل أو بآخر على اللغة العربية جغرافيا وديمقرافيا أكيد كان لها تأثير كبير ونحن نعرف عندما يكون نشر لغة معينة كالنشر الفرنكفونية ولا يمر فقط من أجل نشر اللغة ويمر لأنه تمر عبر اللغة مسائل أخرى أنا لا أعتقد فقط أنها حامل اللغة حامل للمعرفة بل هي مشاركة في صناعة المعرفة يعني عندما تأتي الفرنكفونية وتدعم مثلا فرنسا أو الفرنكفونية في هذه الدول فيتدعم التقافة الفرنسية والأفكار الفرنسية وتمر عبر اللغة الفرنسية اليوم هناك وعي داخل المغرب أن المغرب له خصوصيات وخصوصيات محلية فبالتالي اليوم يتجهون شيئا فشيئا إلى الإنجليزية يعني في السنتين الأخيرتين أتحدث وقبلها يعني كبرنامج وكمشروع فك الارتباط مع الفرنسية وتبقى حاضرة كشكل موازي ولكن الذهاب إلى الإنجليزية والاعتماد على ما هو محلي وعلى اللغة العربية واللغات الأمازيغية فك الارتباط هذا نتج عن ماذا ولما؟ وكل شيء يعني عنده خلفيات أولا هناك وعيداتي هناك قوة محلية تتشكل لأننا نحن بعد الاستعمار كنا حلقة ضعيفة رغم كل السياسات من أجل إرجاع الدم وإرجاع الروح للمغرب فبالتالي عندك سنوات طويلة عندك عقود من تعافي من بناء الدات من العودة من أجل أن تجد نفسك كما كنت سابقا قبل أن يأتي المستعمر وقبل أن تحدث نكسة قبل حتى من دخول المستعمر فبالتالي اليوم هناك وعي بأن لابد من فك الارتباط وأيضا هناك مسائل سياسية لأننا نتحدث عن اللغة لا يمكن أن نتحدث عن السياسة بالتالي هناك أيضا توجه مغربي خاص باستراتيجية خاصة بدون تبعية لفرنسا أو الجميع الأوروبية سأتابع معك هذه النقطة لأسئلة تتعلق بها بعدين أذهب من شهدين العزاء إلى فاصل قصير وأعدانيكم لتقوم معي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرزو للحب في المسيكين وفي الخب علينا 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 مرزو للحب في المسيكين وفي الخب علينا علينا مرزو للحب غيابك طال هاد المرة وقلب الأحباب وانت يا بعيد كلها تصحرها لا يحركها بإحساس جديد ولا تنبت فيها ظهرها كلها تصحرها 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 بإحساس جديد لا يحركها بإحساس جديد ولا تنبت فيها ظهرها تصحرها 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 بإحساس جديد ولا تنبت فيها ظهرها مرزو للحب غيابك طال هاد المرة كلها تصحرها تصحرها بإحساس جديد ولا تنبت فيها ظهرها كلها تصحرها 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 بإحساس جديد ولا تنبت فيها ظهرها مرحبا بكم من جديد مشاهدين الأعزاء وإلى من انضم إلينا الآن ضيف حلقة مرافع لهذا الأسبوع هو الشاعر المغربي القدير الدكتور محمد مقصيدي دكتور برحبا بك قبل الفاصل أتحدث معك عن اللغة وعن المسببات التي أدت إلى انهيارها وأيضا الوسائل التي من خلالها نحاول أن نستدعيها لكن في ظل هذا الطغيان اللغة أو الاستعمار أو ما أحدثه أين تكمن اللغة العربية اليوم في قائمة البلدان المتأثرة يعني وهل هناك عمل على قدم وساق على الأقل لإعادة اللغة العربية كما كان لها حضورها المفت من قبل أولا بموضوعية اللغة العربية عندها أكثر من 300 مليون ناطق بالعربية يعني صعب أن تقوم بإقصائها من المشهد اليوم حتى في أوروبا هناك في فرنسا مثلا أنا كنت في فرنسا كثيرا ودرست في فرنسا مجموعة من الجامعات هي مهتمة باللغة العربية تدرس ليس فقط للمهاجرين أو طلب بل للأوروبيين والفرنسيين لأنهم يعون أن عندما تتحدث عن اللغة لا تتحدث فقط كلغة كأدب كتقافة ولكن تتحدث اقتصاد سياسة جيوستراتيجية مثلا على المستوى الاقتصادي مجموعة من الطلبة اليوم يقبلون على تعلم العربية في أوروبا فقط لأن هناك شركات اقتصادية من الخليج ومن مناطق أخرى في أوروبا وبالتالي لا بد من تعلم العربية لأنها أداة براغماتية من أجل الحضور وليس فقط صورة ولغة وجمال وكذا اللغة العربية السابقة ومهمة جدا فقط يعني يجب الانتباه في نظري إلى تطويرها أكثر إلى التعامل معها بشكل أكثر مرونة كما يعني سواء في التوجه الأنجلوسكسوني أو التوجه الفرنسي نجد كل سنة يعني اشتغال على المستوى اللغوي على المستوى القواميس على مستوى إدخال كلمات جديدة على مستوى تركيب جديدة لمسايرة العصر المشكلة التي وقع في العربية أن بقية جامدة لمدة طويلة جدا مع اللهجات يعني اختلفت في المناطق وأصبحت أعتقد كل الدول العربية بنفس الطريقة يلا تتحدث باللغة العربية اللغة العربية هي لغة مكتوبة ولغة علم ولغة ثقافة أما في اليوم هناك ابتعاد هذا الابتعاد في نظري أنه يمكن إرجاعه لتوحيده أكثر عبر حركيته ودينامية اللغة العربية وهذا اشتغال يعني تعمل مؤسسات واشتغالتها ووزارات واشتغالتها دول وتوافق يكون هناك اتفاق أنتم أستاذ للغات في فرنسا دكتور ليس كذلك؟ درست حوالي ثلاث سنوات في ليل؟ في جامعة ليل وبعد ذلك كنت في اليونان أيضا؟ أو قبل ذلك؟ أنا سفر ديواني الأول هو السندباد البري يعليل الرحيل إلى مدن السؤال وعندما ألتقي أصدقائي وكيندا قبل عشرين سنة فألتقي أصدقائي قولوا لي تنبأت بالسفر والمدن التي ترتد عليها أنا كنت في اليوناني عشت مدة طويلة يعني عيش ليس سفر بعدها عشت في سويسرا حوالي سنة ونصف بعدها عشت في بلجيكا حوالي أربع سنوات وبعدها عشت في فرنسا ما شاء الله تريديني هنا لدينا انتقالات كثيرة والآن أنتم بين الرباط وفرنسا آآ بين المغرب وفرنسا بين المغرب وفرنسا لن نذهب بعيدا عن قصائدكم أو عن نصوصكم وأن تتحدثت عن التنبؤ ويذهبوا بين الحديث إلى الشاعر اليمني الكبير عبد الله البردوني والذي كان معروفا عنه ذلك ويقول في أحد اللقاءات أو في أحد اللقاءات يقول لست نبيا يوحى إلي ولست متنبي وإنما هو استدعاء للتاريخ وهو قارئ النهم للتاريخ فأين يكمن التنبؤ أيضا والتاريخ أيضا في نصوص الشاعر الدكتور محمد وهي النبوءة أو قراءة المستقبل إن أردنا أن نقول يمكن أن تأتي بوعي أو بلا وعي لأن الاشتغال في اللغة عندما تشتغل يكون هناك تركيز يعني بيضغبت نظر عن وحي كيف هو هذا الوحي من أين يأتي والإلام وكذا يكون تركيز عندما يكون هناك مشروع فكري وروحي وجمالي فأكيد أنها ستكون هناك أشياء ستوجد في المستقبل كأنها تتضافر كل جهود من أجل أن توجد تلك الأشياء وعطفا على أمور حدثت في الماضي أحيانا أكيد يقرأ المستقبل لأن هناك أرضية وهناك ليس فقط تمارين لغوية أو إدعاءات لغوية هذا ما أركز عليه عندما يكون هناك مشروع شعري يكون هناك غميس حتى يتوحد الشعر والشاعر فيأخذ طريقه وأكيد ستكون النبوءة وكانت هناك نصوص كثيرة تنبأت بأشياء فيلم القديم للمستقبل عبر الشاعر اللغات المتعددة التي تسكن الشاعر الدكتور محمد مقصيدي ربما هي فرنسية إنجليزية وأمازيغية كمان لا أتحدث في الأمازيغية أنا ثقافة أمازيغية لأننا في المغرب الثقافة هي خليط مشترك فيها روافد كثيرة فبالتالي ثقافة أمازيغية ولكن لا أتحدث في الأمازيغية السؤال هل أثر وأثر ذلك على حياة محمد مقصيدي الشعرية وعلى كتبه وديوان عندما تكون عندك روافد متعددة ومجالات متعددة تنهل منها الأفكار واللغة والرؤية فأكيد أن تكون عندك أكثر غنى وكلما انفتحت أكثر كلما عرفت أكثر وبالتالي يمكن استثمار ما تعرفت عليه في الخارج سواء باليومي لأن اليومي ليس فقط القراءة ما تصنع الشعر وتصنع الثقافة وتصنعه حتى اليومي يعني ما نعيشه يوميا حتى اللقاءات حتى فقط هندسة المكان حتى مقهى كرسي بالطريقة الموضوع فيها في المكان تعطي وتعجن وتصنع تفكير الشعر هي مسألة عندما تخرج إلى الخارج أو تكون لك روافد كثيرة تنهل منها فهنا يكون هناك ثراء في الإنتاج مثلاً سفري إلى اليونان أفادني كثيراً أفادني من ناحية لغة اليونانية تعلمت لغة وبالتالي تعلم الثقافة بشكل مباشر لطلع على روايات لطلع على أعمال يونانية ولكن أيضاً حياتي في اليونان قدمت لي على المستوى الثقافي مثل ما قدمت القراءات ومثل ما قدمت اللغة وربما أكثر لأن هناك سفر في الحياة سفر يومي للاكتشاب للرؤية للثقافة مختلفة تماماً وهذا الاختلاف دائماً هو غنى النص وغنى الإبداع لأن عندما تكون هناك نمطية وتكرار لا يكون هناك إنتاج وإضافات نوعية يمكن أن يكون فقط محاولات لخلق أشياء جديدة ولكن في العمق تبقى هي هي لأن ليست هناك انفتاح رؤية التقاء مع ثقافات مختلفة وما صنع حتى الثقافات الكلة هي لقاءها مع الثقافات الأخرى عندما تنتقي ثقافة وثقافة أخرى في تكون النهضة الثقافية أما الانغلاق على الديت الركون إلى ما نسميه الشيء المريح لأن مسألة السفر والحياة في الخارجية متعبة أيضاً ومرهقة وفيها تحتاج إلى جرأة تحتاج إلى مجموعة من الأشياء ولكن يعني أنا أرى أن السفر سواء عبر اللغة أو الكتابات والإبداع أو السفر خارج المنطقة خارج المدينة خارج الدولة خارج القارة يعطي إبداع وإضافة نوعية كما يقول البردوني سفرت من تعب مضمن إلى تعب أضنى لأن الطريق الراحة تتعب وأيضاً يقول نزار قباني أن المسافر فعينيك دون هدى لكن هذا التعب الجميل له لتاجاته الإيجابية أكيد وهو ما يتجلى بأحد النصوص التي سنسمعها منكم شكراً اللي تختار نصلا من مرآة الأعمى أختار مثلاً تاريخ العدم ماذا تعرفون عن اللاحياة أنتم تتألمون من ثقل الوجود أما أنا فأحمل ثقل العدم الحب قديم جداً أكثر قدماً من العدم حشرة الزمن أنا حشرة الزمن التي تعيش في دم الجنون تتنفس الهوى وتأكل نفسها المنطق دابة لا يركبها العاشق في نقض العقل والإرادة هؤلاء الذين يبجلون العقل والحرية والإرادة كم هم واهمون انظروا إلى الحب إنه لا يكون إلا بغياب كل ذلك من يدفن العصافير ليلاً في رسائل عاشق ميت الحب طائر لا مرئي الحب طائر لا مرئي في الليل يحمل القمر على ظهره وفي النهار يدحرج الشمس برجليه الحب طائر لا مرئي الأحلام ريشه والجنون جناحاه لا تطرق باب قلبي افتحه وادخل العابر والمقيم وإن وصلت إلى نبع الحب لا تسأل العابر كيف وصلت أطلق صراحة قلبك ولا تعود ناوليني يدكي لأقطف بها نجمة وهبيني قلبك لأخبئها فيه وصايا لا تدفن الحب تحت شجرة ما ذنب تلك الشجرة كي تحرص آلاماً أخرى لا تدفن الحب أبداً تحت شجرة سوف تأتي في الليل وتعيده لك الله جميل هذه الفلسفة العبيقة والجميلة يذهب بي إلى سؤال آخر دكتور محمد وأنا أقلع عن دكتور محمد مقصيدي واجه العديد من المشاكل بسبب عمود له يسعى للأسرة قضايا معينة وهدد بالقتل وبالتكفير ماذا عن ذلك؟ هي في مرحلة معينة كنت أشتغل في البحث في التراث وأنت تعرف أن المنطقة البحث في التراث خط أحمر دائماً خطيرة جداً وخط أحمر يعني لا تقسر منها سواء إجاباً أو سلباً فعندما تبحث فيها لابد أن هناك مجموعة من الجماعات مجموعة من الفرق مجموعة من أقول تجمعات إرهابية حتى أنها ترفض هذا العمل وتخاف من البحث في التراث لأن هذه المجموعات تعيش على هذه المقابر لهذا التراث فإن نفضت الغبار عنها سيكون مآلها الفشل أو كما يقال العصفور الذي ألف القفص يعني يرى بأن الطيارات جريمة ويرتاح في هذا المكان فأي شيء أن ترمي مثلاً فقط بحجرة في نهر ولو أن النهر كبير فهذا مزعج جداً جداً لهم ولمسألة الأكبر أنهم لا يردون بالبحث أو بالعلم أو بالكلام الكلمة مقابل الكلمة فأنت تعرف بالرصاصة فقط على طرح وكلهم يدعي بأنه وصي على ذلك الشيء على هذا التراث وأيضاً التراث وأنت ذكرت التراث ألا ترى بأن التراث الآن أصبح جزءاً أحياناً يعتبره البعض مقدساً وكأنه له قدسيته الخاصة ولا يجب أن يمس أي أن كانت سلبياته وأي أن كانت يعني لعقلانيته هذا أعتقد أيضاً لأنه عنده خنفيات ومرجعيات سياسية يعني ليست مسألة علمية أو مسألة حب من أجل حب هذا التراث ولكن لأنه يتم توظيفه بهذه الطريقة فبالتالي أي شخص أي مجموعة تشتغل عكس ذلك أو يمكن أن تشتغل عكس ذلك فيكون مباشرة المواجهة وللأسف أحياناً ليس فقط المجموعات الخارجة تجد حتى حكومات أو مؤسسات رسمية تذهب في هذا الاتجاه ولكن عموماً اليوم هناك الإنترنت هناك التفكير بشكل حر هناك ممكن أن تكتب أي شيء عبر الإنترنت لا وجود لرقابة ولكن يعني على المستوى الواقع والأرض وكذا ممكن أن تحدث بمشاكل ولكن لحد الساعة أعتقد بعد ما انتهيت قدمت ما كان يجب أن أقدمه في هذا المجال في هذا البحث أعتقد الآن في سلام قبل كم كنت في الله سلام حوالي 8 سنوات وكنت أشتغل المدة طويلة لسنوات طويلة في هذا المجال ما اسمه هذا العمود؟ كان بالأبيض والأسود بالأبيض والأسود وكنت دائماً ما تنبش بيت الحراب كما نقول أكيد أنا أذهب للمناطق المظلمة وأحاول أن أسلط الضوء عليها لم أكن أتي بحقائق علمية أنا كنت فقط أطرح تساؤلات وأقوم بمقارنات ثم مع مراجع مع مصادر ودائماً في نفس البناء ولكن أي شيء أي مساس ولو وهم مساس فيكون الرد الفعل عنيف جداً حتى ولو كان مدعماً بمليون دليل ولا يملك الأخر دليلاً واحداً لذلك يعني يكون الرد ليس بنفس الطريقة أو بنفس الأسلوب لا يردون يعني بالبحث أو بالعلم أو بالإعلام أو بالصحافة الرد دائماً يكون من طرف هؤلاء في ظل هذا اللغة بالأسف هذا في الوطن العربي كله ألا ترى بأننا بحاجة لإعادة تصحيح مسار إرثنا وتراثنا الديني والاجتماعي على الأقل؟ أكيد أولاً لا أنا أعتبر شيء أساسي أن لا ينبغي أن نقوم بقطيع كلية مع التراث هناك مدرستين مدرسة قطيعة مطلقة مع التراث ونبدأ من جديد والمسألة الثانية هي إعادة قراءة التراث وتشديبه والابتعاد عن كل ما هو ضار كل ما هو سلبي أنا من أنصار هذه المدرسة لأن لا يمكن أن نبني مستقبل بدون أن يكون لنا ماضي وهذا الماضي في التراث هذا الماضي المشرق المضيء هو الذي يجب الارتكان عليه هنا يكون الاستدام مع المجموعات الأخرى هذا تشديب التراث لأن في التراث الإسلامي أشياء جميلة جداً وعطت ثقافة رائعة وعطت حضارة وصلت إلى الأندلس ولكن مع القرون ومع مجموعة الزمن يتغير الأفكار تتغير المجتمع يتغير يعني لا بد من التجديد ولا بد من رمي كل ما لا يصلح في هذا العصر بطريقة علمية وبحوارات وبناء وبمؤسسات ولكن كما أسلفت أن هؤلاء حراس المعبد القديم لا يريدون حتى الاقتراب من أمام الباب يعني ولا ليس فقط الدخول ولكن أنت مر على بعد خمس كيلومترا سيقول لا حراس المعبد القديم هذا مصطلح جميل يعني والمشكلة أنه كيف نقرأ بأنه ثم تتنويراً سوف يطرأ على الأجيال القادمة في ظل وجود عقليات كما يمتلكها هؤلاء الحراس يعني ألا ترى أيضاً دكتور محمد بأن ثقافتنا الدينية تخللتها على مدى حقب تاريخية وهناك من دس فيها ما دس وأثر فيها ما أثر كيف يمكن أن يعالج ذلك وكيف يمكن لحراس الدين أن يقتنعه بذلك وأين يكمن دور الباحثين أمثالكم في هذا المجال وهذا المضمر أنا أعتقد أنها بدون اشتغال بغض نظر على الاشتغال الحقيقي على الأرض للمفكرين الباحثين لمؤسسات دور نشر لأن حتى دور نشر بدون أن يكون كاتباً لأن مؤسسة أخذ على عاتق التحديث على عاتق المشاركة مثلاً نحن في مؤسس الموجة الثقافية لا نعتبر أنفسنا كمؤسسة كدور نشر أننا نقدم كتب للقارئ نحن نعتقد ونؤمن أننا نشارك في صناعة الثقافة في صناعة مجتمع مغربي في صناعة مجتمع عربي يعني نقدم بهذه الطريقة الآن هو لا بد ولا مناص لأن ما يحدث سواء أردنا أو لم نريد فهذا المد وهذا التسارع في الأحداث وهذا يفرض اليوم بقوة فتح هذا الباب وفتح هذه الصفحة وإلا سيكون يعني الانهيار الكلي بالتالي هناك اليوم جرأت مجموعة من الكتاب مجموعة من الباحثين مجموعة من الشعراء مجموعة من المؤسسات التي تشتغل وهناك ننتظر أيضاً أن الساحة اليوم لا يمكن أن تقوم برقابة فقط يعني بالرصاص وبالسجن مستحيل لأن العالم الآن كله مفتوح وبدون حدود فبالتالي موضوعياً سيكون هناك تغيير الأساسي أن نشارك بإيجابية حتى لا تنهار الثقافة والنمارس يعني دورنا التاريخي ودورنا الفكري في هذا المشهور يقول نزار ثقافتنا فقاقيع من الصابون والوحل وما زالت بداخلنا رواسب من أبي جهلي وما زلنا نعيش بمنطقة المفتاح والقفلي إلى أن قال تمتعنا بما إيماننا ملكت وقلنا الله قد شرع هنا شفة هنا ظفر هنا ساق هنا إصبع كأن الدين حانوت فتحناه لكي نشبع فتحنا كل ما فيه ولم نأخذ سوى زوجاتنا الأربع عظيمة مزار قباني رحمة الله التغشى يشير المخرج إلى أن دقيقتين فقط أتركهما لك لتلاوتي ما أردت من نصوص دكتور محمد الإنسان المربع والإنسان الدائرة كأنني رسالة من عدو أجلس بين هنا وهناك يد في الفرح ويد في الكآبة عين على الفراشات وعين على أكلة لحوم البشر رجل خلف الأبيض وأخرى خلف الأسود أذن عالقة في صخور الماضي وأذن تسبح في المستقبل رئة تتنفس الضوء ورئة تتنفس الظلم لغة تحتفل ولغة في جنازة شفة ترقص وشفة تتألم أحلام ميتة وأحلام حية مشاعر تعمل ومشاعر معطلة كأنني رسالة من عدو لي لسان واحد يقول دائما لا أهوى الشفاة التي تعصي وأسوأها تلك الشفاة التي دوما تقول بلا دكتور هل بقي شيء كنت تود أن تتحدث عنه ولم أتطرق إليه أنا حاولت أن أتطف شيئا من كل ناف أنا سعيد جدا بهذا الحوار وأتمنى أن يكون بداية وأن نلتقي في المغرب وألف مرحبا بك في المغرب سأعتبرها دعوة إذن أكيد مني شخصيا من مؤسسة الموجة التقاطية يشرفنا في المغرب حفظكم الله وحفظ الله المغرب أرضا وشعبا وإنسانا المغرب مشاهدين الذي تتذكرونه دائما هي أيام قلائل فصلتنا عن تلك التظاهر الكبرى الذي شرف فيها المغرب العرب من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب وبكينا كثيرا وضحكنا كثيرا أكيد المغاربة ككل العربة هم العربة مغاربة أكثر منا أنا تابعت ما حدث في الأردن ما حدث في مصر ما حدث في كل الدول العربية خرجوا بنفس فرحة وأكثر المغاربة عندنا صحيح ليس ثمت أحد مننا اليوم ويعرف الله وليد الرقراقي حكيمي والمجوعة حكيمي وسفيان وحفظكم الله وسلم الله يحفظكم وسعيد جدا 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 بوجودي معكم أنا من يسعد بذلك تشرفنا في قناة اليمن اليوم وفي برنامج ملافع على صدفتي عظيم كأنت دكتور محمد الله يعزك مقصيدي اشتركوا في القناة